هل تستشعر حقا ما أنت فيه من الخيرات والنعم؟ هل تستطيع عدها أو إحصائها؟ أتدري من أين هي؟ إنها من عطاء الله البر وإحسانه والبر هو اللطيف بعباده العطوف عليهم بإحسانه ولطفه يحسن إليهم ويصلح أحوالهم وهو الذي عم ببره جميع خلقه فلم يبخل عليهم برزقه وهو البر بالمحسن في مضاعفته الثواب له والبر بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه وهو الرفيق بعباده يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر ويعفو عن كثير من سيئاتهم ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلها فجميع النعم الظاهرة والباطنة من آثار اسم الله البر فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين وحينما يدخل المؤمنون الجنة يتذكرون ما كانوا عليه في الدنيا من الخوف من الله فقد أوصلتهم عبادته وحده إلى دار كرامته وذلك من آثار بره ورحمته قال تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فمن آمن بأن الله هو البر الرحيم أحبه من كل قلبه فالقلوب مجبولة على حب من يبرها ويحسن إليها ومن آمن بأن الله بر يحب البر فليبر والديه وجميع أرحامه قال النبي صلى الله عليه وسلم بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ومن آمن بأن الله هو البر فليسرع بالتوبة حياء من الله قال ابن القيم رحمه الله في أسرار التوبة ومنها أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه وهذا من كمال بره ومن أراد أن ينال الحظ الأوفر من بر الله تعالى فليتصدق مما يحب قال تعالى لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم